أنا أقدر أظن لا مش هأؤكد أظن أن أنا المزيع الوحيد اللي شافك وإنت قاعد بتمثل مع نفسك قبل المشهد بلحظات كان فيلم كارما فكلية حظ باعتباري مش ممثل ولا بعرف أمثل أصلا اكتشفت أنها برشة ممثل عملنا مشهدين كده فأنا لاحظت أنه إنت وهنا بقى تاني بقى ده الممثل اللي بجاد حفظ كل الأدوار ولقيت مع حفظ اللقب والتأدير الشديد في قلبي جدا زي ما هو معلم خالد الصوي قاعد عمال بيقول الحوار مع نفسه الحوارين يوسف وخالد الصوي أنا طبعا مش متذكر الأسماء بتاعت الشخصيات وقتها في الفيلم وأنا عمي بيقولها مرة في اثنين ثلاثة فأنا بصتلك قلتلك قلتلي بس استنى 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 رحت قال لي خالد يوسف لحظة بس كده أستاذ وبعدين تخد وقتك وبعدين قعدت ولقيتك بدأت تنطلق كنت استقررين بص بالزبط هي دي بالزلط اللي بعمله في حياتي كلها خلي بالك أنا بقيس تسعة تلاف مرة وأقص مرة عشان كده يبدو أحياناً لبعض الناس اللي نرى مش كويساً أو اللي مش مستعدة تبلع للزلط عشان على هطلع فينا إنسان كويسه بتاع بوشان كفاء ممكن نبقى مريب بواسوس متردد في حاجات متصلب أحياناً يعني يعني انت أدتلي حاجة عشان أقراها ونخش الشهر الجاي لأ مش عديك عبدا في إلا لو في هستري بنده يستري بدا يلو سيد سريف عرفها مثلاً إدالي أي حاجة شكلها مستحيل أنا هصدقه أنا بصدقه إنه بيعمل المستحيلات بالنسبة لي في العرف السينمائي بتاعنا في حدود القدرات بتاعنا لو قالي هعمل ده بعد بكرة هروح معي تمام لهذا السبب لكن غير كده أنا بيقول لك فساعة تطلع بموقف تهياء لك إن أنا الغرور بعينه طبعاً وقعت فخ الغرور أحياناً وده جباء وقعت فخ المكابرة كل الحاجات دي بسأل كلمك على إنه شخصيتي أصلاً إنه أنا لازم أتراز تقاوي وبعدين نحس بالأرياحية فهو ده أحفظ المشهد كويس ده أنا دلو انت شفتني في المرحلة الزرقاء لطيفة من حياتي انت شفتش لما كنت روح أحفظ فعل كل الأدوار وكتب جنب السيناريو سيناريو جنبه مش سيناريو يعني حوار تاني جنبه والإخراج لا يعني كنت عامل أعباء على نفسي وأكلم آه وأكلم الموزع من الليلة أو الملاحن أقوله الحتة اللطيفة اللي انت سمعت يا لنا كمشروع ده دي من مقام الكرد ولا عشان هايزة طلعها كنت ايه هم انت في ايه ولا فيه بل هو تمثل عندك دم يعني في الأخير خلع طقتك في التمسيح آه أنا كان عندي الحمد لله طول عمري وفرة الله أكبر الله أكبر في الطاقة وفي الصح طب في كرمة كانت دور دكتور ومحلل نفسي بس نزيح جدا وكان بيتخذ رأي بيحتة صوفية جدا وكان ماسك سبحة في الفيلم أنا فاكر كويس جدا الدور اللي تعمل في كده رضا هو ما كانش دكتور نفسي ده كان بينصم هنا شخص وهنا شخص حتى قبل ما تكتشف النصاب يعني أنا كمشاهد قالك نشف النصاب فهاتفرج الأول على المشاهد الأولى لهذا الرجل ده دكتور نفسي اتفرج على المشاهد التانية باعتكر ما ده دكتور نفسي بس ده لون وده لون تاني بنزل الثنين درسين على المنفس والاثنين درسين يعني أنا متقدش الراجل بتاع كده ريضا مايه برضه على حسب الممثل وعلى حسب المخرج ولقين كده ريضا مكتوب حلم ومخرج جامد يعني احمد الجريل جامد بيبع عندهم ثقة الجامد دي دول شوفك انت راح فين الاول لو لاك راح حلم يوسعلك لانه عنده ثقة فمش هلم منك مش هتخطف حاجة ما تجري لما يلاقيك راح غلط بيجيبك بهدوء في الطريق ده فهو لما عارفت انه الصاب فقلت له بس طبيب يعني هو اصلا فاسد بس درسه علم نفس الجامحش لانه لان انت ريض اداء زيب ده صح خالص عشان كده انا بدأت حطله حاجات تبدو منطقية وعلمية ولازم يقول كلام مظبوط ولازم يقول الطرقة بتاعته فين تقصدي بس لو قلتلي بقى ان هو انا الصاب لدرجة انه خريج حاجة تاني خالص او مش خريج كنت عمل حاجة تاني اشتركوا في القناة